فكر في واجبك كما تفكر في حقك وعمل طلبا للإبقاء لا طلبا للشهرة والجزاء ولا تنتظر من الناس أكثر من ما يحق للناس أن ينتظرونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا النهاردة هتكون قصة قصيرة من الأدب الأمريكي لكاتب الأمريكي ويليام فوكنر ويليام فوكنر ولد في 1897 وتوفي في 1962 عن عمر يناهز الخامسة والستين ويليام فوكنر كان روائي وكان كاتب قصة قصيرة وكتب سيناريوهات أفلام وكتب شعر وكتب مقالات يعني أديب متعدد المواهب وهو حصل على جائزة نوبيل في 1949 وليه قصتين ليه روائتين حصلوا على جائزة بوليتسر فهو يعني في الحقيقة قبل ما يحصل على جائزة نوبيل في 1949 ما كانش مشهور شهرة دولية وعالمية زي الشهرة اللي حصل عليها بعد مفاز بالجائزة فطبعا حصوله على جائزة نوبيل مهد له الطريق للحصول على جائزة بوليتسر مرتين وللانتشار بشكل عالمي والقصة اللي هنقشها النهاردة اسمها A Rose for Emily أميلي اسم امرأة يعني وردة لأميلي قصة مهمة جدا ومشهورة ومعروفة ومهمة لأنها أيضا بتقرر على كثير من الطلاب المدارس النغات وطلاب الجامعات طلاب الأدب الأمريكي بشكل خاص والأدب الإنجليزي بشكل عام فأنا يعني أعددته ملف 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 لأنه عارف متأكد أنه يعني أكيد فيه طلاب كتير بيدرسوا القصة دي فيعني وفيه الحقيقة يعني فيه جالي طلب يعني غريب شوية أني ألقي المحاضرة باللغة الإنجليزية فأنا مش فاهم يعني لو هلقي المحاضرة باللغة الإنجليزية طب خلق أنا كده بخاطب جمهور تاني بخاطب جمهور جمهور اللي بتكلم باللغة الإنجليزية مش بخاطب كده الجمهور العربي والقناة في الأساس هي قناة ثقافية للعرب المهتمين بالثقافة والأدب وليست قناة خصيصا لطلاب الأدب لا يعني مش خصيصا فلو هلقي محاضرة بالإنجليزي يبقى أنا كده يعني طب والناس العربي اللي ما بيعرفوش إنجليزي يعني يعملوا إيه فأول ذلك أنا شفت يعني فكرت في طريقة أني أحضر لما يكون فيه رواية وأعرف أن الرواية دي ممكن يكون فيه طلاب بيدرسوها أحضر لهم باور بوينت خاصة إن فيه رواية كتيرة بيكون درستها وبيكون الباور بوينت جاهز عندي يعني ممكن أعمل عليها عدلات بسيطة أحضر الباور بوينت بحس يبقى مفيد ليهم بمختصر وبقى فيه رؤوس عنوين كده والشرح يكون باللغة العربية لأن الجمهور العربي هو الجمهور الأساس بالنسبة للقناة يعني فخلوني أولا يعني أشارك الـ Powerpoint PPT أعتقد أن كده صورة PPT وبطحة على الشاشة روز فور إيميلي وردة لإيميلي باي ويليام فوكنر ويليام فوكنر زي ما قلت ولد في 1897 وتوفيه في 1962 عن عمر يونيهز الخميسة والستين وإلا أنه بتطرق لقصة حياته كدأبي دائما في مناقشة كل الأعمال قصة حياة الكاتب ادخله على النت وهتلاق ومعاقع كتير هبتتكلم عن قصة حياته حصل على جهازة نوبيل في 1949 ليه روايتين حصلوا على بوليتزر رواية A Fable في سنة 54 ورواية The Rivers في عام 62 يعني السنة اللي توفي فيها من أشهر أعماله وزي ما قلت هو رواقي وكاتب قصة قصيرة وكاتب سنوريهات أفلام وكاتب مقالات وكاتب شعر من أهم وأشهر أعماله الروائية The Sound and the Fury وأيضا As I Lay Dying وأيضا Light in August دول يعني وفي أعمال أخر باش دول أشهر ما كتب The Sound and the Fury As I Lay Dying And Light in August النهاردة هنلاقش هذه القصة القصيرة A Rose for Emily اللي اتنشرت في 30 إبريل 1930 في مجلة اسمها The Forum القصة القصيرة بتنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول بتبدأ على طول القصة بجنازة Emily نفسها اللي هي بطلة القصة بنبدأ بجنازتها مباشرة وبنعرف إن كل أهل البلدة تقريبا يعني حضروا الجنازة بتاعتها وبعد كده النهاريتر الشخص اللي بيحكي القصة اللي احنا ما نعرفهوش واحد مستخبي وراء أو وليام فوكنر مستخبي وراء النهاريتر النهاريتر اللي هو اللي غير معروف أصلا المجهول unknown نهاريتر هو بقى بيحكي إنه بيوصف البيت إنه بيت يعني بيت فخم أريستوكراتيك وهو يعني يعد يعني آخر لمحة من لمحات العصر الفيكتوري طبعا القصة في أمريكا إنما في القرن التسعتاشر كيف العصر في بيكتوريا يعني محدش روح على إنجلند فقط يعني أمريكا يعني امتداد لإنجلند فالعصر القرن التسعتاشر بكل ما يحمله من صفات خاصة كانت يعني المدارس الأدبية اللي بتظهر سواء بتبدأ في أمريكا أو بتبدأ في أوروبا الأثر بيبقى سواء كان في المعمار أو في الأدب أو في الفن الأثر بيبقى واضح في القارتين على جانبي الأطلنطي المحيط الأطلنطي فبنعرف أيضا في القسم الأول من هذه القصة إن في جنرال عسكري كونيل اسمه سارتوريس سارتوريس دوت كان بعد وفاة أبو إيميلي سارتوريس كان وقتها كان الميه بتاع الولاية أو البلدة ديت كان الميه يعني الوالي أو النائب يعني الحاكم بتاع البلدة ديت فأصدر أمرا بأن تعفى إيميلي من دفع أي ضرائب نظرا لما أسداه والدها من خدمات للبلدة وأهلها فحب يرد لها هذه الجمايل وهذه الخدمات اللي أبوها أنبيها بأن أعفاها من الضرائب ولكن بعد مرور سنوات كونيل سارتوريس توفي وجاء حاكم جديد والحاكم الجديد طلب منها أن هي تدفع ضرائب فلما بيبعت الموظفين بتوعه كانوا بيحترموها جدا نظرا للمكان اللي كان أبوها عليها يعني وأنها عائلة وأسرة أريستقراطية فكان لما يبعت ناس عشان يعني يطلبوا منها دفع ضرائب كانت ترفض وتقول لهم روحوا تكلموا مع كونيل سارتوريس يتكلموا مع جو توك توهيم فيهم ما يقول لها كونيل سارتوريس ده مات خلاص مات وشبع موت يعني فتقول لهم فهو تطلب من الخدم بتاعها توبي تقول له يعني خد يعني خرجهم يعني وريهم الباب السك يعني المقابلة انتهت يعني فالقسم الأول من القصة بينتهي يعني القسم الثاني بقى بيبدأ بيرجع فلاشباك تلاتين سنة وراء تلاتين سنة وراء بعد وفاة أبو إيميلي هي رفضت إنها تسلمهم الجثة أبوها يعني والناس تيجي تعزيها ترفض تقبل العزاء وتقول لهم إن أبوها لم يمت ثلاثة أيام بهذا الشك ثلاثة أيام وهي على هذا الوضع يعني مش عايزة تقتنع إن أبوها مات إلى أن الحاكم أصدر أمر إنه لازم ياخد الجثة عشان تدفن لأن يعني ثلاثة أيام الجثة هتبدأ بقى في التحلل فأخدوها أخد الجثة فعلا ودفنت وبعد فترة ابتدوا يشموا رائحة من الرائحة يعني وهي أيضا يعني مش مقتنعة إن فيه إن فيه رائحة ولا تسمح لهم إنهم يدخلوا عشان يدخلوا البيت عشان يشوفوا فيه إيه وما إلى ذلك يعني الحاكم أمرهم إنهم يرشوا جير حوالين البيت بتاعها علشان الريحة تروح وفعلا بعد فترة الريحة انتهت ده كده القسم الثاني القسم الثالث بنعرف إن إيملي بتتعرف على شخصية اسمها هومر بارون وهومر بارون ده يعني عامل في شركة معمار جاية من الشمال بتشتغل في مشروع فبتتعرف عليه وبيخرجوا سوا كل يوم أحد إنما بنعرف إن هي بتروح بعد كده في نهاية القسم ده بتروح بتشتري سم من الصيدلي الصيدلي بقى يسألها عايزة سم ليه مش عايزة ترد عليه تقول له عايزة سم لا عايزة أي نوع من السم يعني عشان تقتلي إيه بالزبط تقول له عايزة أفضل نوع عندك فالرجل يقول لها يعني تبقى للقانون عشان تشتري السم لازم تقولي أنت عايزة سم لإيه فهي ترد عليه بجفاء وجفوة وشدة لا يعني عايزة سم أريده شراءة سم فإضطر إنه يدي لها السم ومن غير ما يتكلم وما تدلهوش بقى عطول يعني بيحضروا فقال لها إنه بعت لها السم مع الصب بتاعه الصب الولد اللي بيشتغل عنده وبعت لها السم وكتب عليه بقى إيه فور راتس يعني هو سجل في الدفاتر عنده إنه السم ده هي شترته منه فور راتس للفقران لقاتل الفقران وقال لها إنه السم ده قوي جدا ده يقت الفيل في ثواني معدودة القسم الرابع من القصة الناس بقى أهل البلدة بعد ما عرفوا إنه هي شترت السم ده افتكروا إن هي هتنتحر لأن كانوا بيلحظوا عليها إنه هي يعني مش طبيعية في يعني اتزانها العقلي مش سليم وكانوا بيشوفوها بتخرج كل يوم مع العامل دوت اللي جي من الشمال فيظنوا إنه هما هيتجوزوا إنما الأيام مرت وما فيش جواز فيعني حسوا إن كده فيه الموضوع شكله مش طبيعي خاصة في مجتمع محافظة المجتمع الجنوب دوت زي ما قلت يعني ده في القرن التسعتاشر فزي العصر الفكتوري في إنجلترا كان عصره محافظ جدا خاصة في الجنوب يعني لما نكلم عن الجنوب حتى وقتنا الحالي مقارنة بشمال أمريكا فهو مجتمع محافظ جدا ومجتمع متدين جدا فهم أهل تلك البلدة لم يعني يعجبهم خروج إملي مع بارون كل يوم أحد فطلبوا من القس أن يتحدث معها فذهب لي زيارتها في البيت وتحدث معها وبعد المحادثة خرج ولم يفسح عن محتوى الحوار الذي ضار بينه وبين إملي بل أقسم أن لا يزور ذلك المنزل مرة أخرى وما نعرفش ليه فاضطروا أن هما يكلموا اثنين من ولاد بنات أعمامها أخوالها في مدينة أخرى فاضطروا أن هما يجوا عشان يقعدوا معاها في البيت ولما جم قاعدوا معاها في البيت بارون اختفى يعني اختفى من البلدة كلها ولكن بعد ما أولاد أعمامها دول أو البنتين دول سابوها رايبها بارون ظهر مرة أخرى وآخر مرة شهد فيها كان زار فيها إملي في بيتها واختفى محدش شاف وبعد كده خالص القسم الخامس بقى بيبدأ بي الجنازة بتاعت إملي مرة بيرجع بقى مرة تانية الجنازة بتاعت إملي وبعد دفنها كان فيه غرفة في الطابق العلوي مغلقة منذ أكثر من من إيه؟ أكثر من ثلاثين سنة تقريباً وهي مغلقة طبعاً فيه فترة زمنية بقى عدت يعني من القسم الرابع للقسم الخامس القسم الرابع من ساعة ما بارون ده اختفى نهاية القسم الرابع انه اختفى فيه بقى ثلاثين سنة عدوا على الأقل لغاية ما بنوصل بقى للجنازة بتاعتها والراوي المجهول اللي احنا ما نعرفش مين اللي بيروي القصة بيقول ان بقى شعرها بيض بعد اختفاء بارون مباشرة شعرها بيض وسمنت وصحتها تدهورت وحالتها العقلية تدهورت وإلى أن توفيت فلما توفيت فتحوا الغرفة العلوية ديت فوجدوا وان سيت اقول ان هي وقت ما كانت قبل هو ما يختفي الأهل القرية ايضاً او البلدة شافوها بتشتري ملابس بتشتري طقم توليت للرجال يعني يعني مرآة ومشت وكانت حاجات ادوات كلها من الفضة يعني حاجة غالية فكانت بتجهز نفسها للزواج من ذلك الرجل من بارون والراوي ايضاً بيقول ان بارون دوت ما كانش بتاع الجواز يعني كان بيرتاد البارات ويشرب مع شباب يعني اصغر منه في السن فيعني فيه تلميح كده الى انه قد يكون شاداً جنسياً يعني قد يكون انما مش مش اكيد انما الاكيد انه مش بتاع الجوازه فالمهمة هي بعد ما هو اختفى هي بقى زم قلت علامات الكبر والشيخوخة ظهرت عليها وشعرها بيده وسمنت الى ان توفيت وبعد وفاتها فتحوا الغرفة تسروا باب بتاع الغرفة العلوية فوجدوا بعد ما دفنوها خلاص يعني فوجدوا في الغرفة نفسها طبعاً لم تفتح من سنوات فمليئة بالغبار ومليئة ببيوت العنكبوت انما وجدوا انما وجدوا الهدايا اللي كانت اشترتها والهدايا اللي اشترتها له الملابس النوم اللي كانت اشترتها له وكان واضح انها بتعد نفسها للزواج من ذلك الرجل وطبعاً كل حاجة مغبرة الغرفة بقالها يعني 30 سنة وهي لا ترى الشمس ووجدوا على السرير ممياء مش ممياء اسف اسكليتن هيكل عظمي مش ممياء هيكل عظمي لقوا على السرير هيكل عظمي واحد مات يعني هو جسمه تحلل وتحلل وبقى هيكل عظمي ولقوا بقى وكأنه كان في وضع بيحضن يعني نايم على جنبه كده اليمين وكأنه بيحضن زه ما انتم شايفين في الصورة دي كده ولقوا المخدة اللي جنبه فيها إندنتيشن يعني فيها نازلة كده كأنه في حد كان بينام على المخدة دي ففيه إندنتيشن ولقوا شعراية طويلة شعراية بيضة شعراية بيضة طويلة والقصة بتنتهي هنا فبنعرف من القصة أنها كانت بتيجي بعد يعني أنها قتلته اشترت السم ده عشان تقتله وكانت بيتنام جنب الجثة بتاعته حتى تحللت وتعفنت الجثة بتاعته والقصة بتنتهي كده والحقيقة القصة غريبة طب يعني القصة عايزة تقول إيه وإيه معانيها وفيه ناس كتيرة فعلا احتاروا في تفسير معانيها فالمهم يعني خلوني النهاردة أحاول في المحاضرة دي أشرح بسرعة كده بعض النقاط اللي أعتقد أنها مهمة القصة بتنتمي للسادن جوثيك سادن جوثيك يعني الجوثيك الجنوبي الجوثيك الجنوبي وفيه حلقة خاصة أنا أعملها عن الجوثيك يريد تدخلوا عليها وهسيب لكم أيضا وصلة الحلقة ديت في أسفل في وصف الفيديو يعني لعشان تعرفوا الأول إيه الجوثيك لأن السادن جوثيك ده مجرد فرع من الجوثيك فده مجرد ساب جونرا فلازم نفهم الأول إيه الجوثيك ده ودخلوا على الحلقة ديت وشوفوها كويس والسادن جوثيك ده بدأ في أوائل القرن العشرين وفيه بعض يعني بيتميز ببعض الخصائص اللي قد لا نجدها في الجوثيك الأم الأصل الجوثيك الأصل يعني ممكن يستعرض بعض عناصر الرعب يدخل عناصر الرعب من أجل الإثارة من أجل تشويق إنما في السادن جوثيك بيركزوا أكتر على لما بيستخدموا عناصر الرعب فهذا العنصر الرعب ده اللي بيستخدم الإلمان ده بيبقى هدفه الأساسي هو إظهار السايكولوجية هذا الشخص البطل القصة يعني شخصية البطل القصة وإظهار الدارك سايد في الشخصية ديت الجانب المظلم في سايكولوجية هذا الشخص والدوافع الخفية وراء أفعال ذلك الشخص وفي الحاب النوع ده من القصص بيعد يعني مادة ثرية جدا لعلماء النفس لتحليل هذه الشخصيات وفي كتير من علماء النفس يعني قاموا بتحليل شخصيات القصص والروايات سواء الجوثيك والغير الجوثيك فرويد طبعا كان أولهم مؤسس علم التحليل النفسي والساذن جوثيك أيضا بيستعرض الانتي السوشيال بهالية السلوك الانطوائي الانعزالي الضد المجتمعي اللي فيه عضوانية ضد المجتمع وبيبقى هذا السلوك الانطوائي الانعزالي الغير اجتماعي سلوك غير اجتماعي بيبقى ناتج من بعض التقاليد الاجتماعية يعني سوشال كودز بيبقى بتبقى امبوزد اون ذي كاركتر يعني بعض التقاليد الاجتماعية المفروضة على الشخصية الرئيسية محور القصة فهذه الشخصية بتلجأ الى الانطواء والانعزال وبتصبح شخصية غير اجتماعية وبتصبح بقى عضوانية فيما بقى عضوانية تجاه المجتمع وعضوانية تجاه كل من يقترب منها وهذا النوع من الانعزال اسمه Avoidant Personality Disorder الشخص اللي بينعزل تماما عن المجتمع وبيصبح اجريسيف تجاه المجتمع وانطوائي جدا ولا يتحمل اي سلوك اجتماعي او مناسبة اجتماعية هذا الشخص اسمه Avoidant Personality Disorder الحالة دي اللي هي تعتبر حالة من حالات الجنون فهذه الحالة بتسمى Avoidant Personality Disorder APD ومن سمات الـ Southern Gothic ايضا ان المظهر الاجتماعي لا يعبر عن حقيقة الواقع المظهر الاجتماعي هذا بيخفيه فهذا المظهر الاجتماعي قد يخفي واقعا مريرا ويخفي تويستيد سايكيز يعني يخفي بعض الجنون بعض انواع الجنون زي في القصة اللي احنا بنقاشها النهاردة هي عايشة في قصر تقريبا يعني في بيت فخمي جدا اريستوكراتي ولكنها كانت مصابة بالجنون فالقصة النهاردة هي بتستعرض كل هذه الملامح يعني كل هذه الملامح اللي موجودة في الـ Southern Gothic الجنوبي سنجدها في هذه القصة يعني فعلا هنلاقي فيها القصة بتستعرض الجانب السايكولوجي لأميلي وازاي ان قواها العقلية انهارت وايضا بتستعرض عضوانيتها الاجتماعية ضد الناد غير اجتماعية بالمرة وازاي ان هي عايشة في قصر وقد يحسدها الاخرون على هذا البيت الفخم ولكنها في الحقيقة منهارة من الداخل ومنهارة عقليا فقصة اروز فور اميلي مثال جيد جدا لـ Southern Gothic زي ما قلنا الناريتا ما نعرفش مين اللي بيحكي القصة هل هو توبي الخادم والخادم اسود البشر ومعروف طبعا ان ولايات الجنوب كلها خلال الحرب الاهلية كانت كلها ولايات بتقرر العبودية والعبودية فيها كانت قوية جدا والحرب الاهلية اصلا قامت في امريكا بين الشمال والجنوب عشان ولايات الشمال كانت تريد ان تنهي العبودية وولايات الجنوب مصرة على العبودية وفيه 11 ولاية من ولايات الجنوب بعد فوز ابراهام لينكون واصداره القانون منع العبودية فيه 11 ولاية من الجنوب انفصلوا عن الوحدة الامريكية وهجموا بعض ولايات الشمال احد المواقع يعني وده كان في ابريل في ابريل 62 1862 تقريبا والحرب استمرت اربع سنوات وانتهت ايضا في ابريل بعد اربع سنوات الحرب الاهلية بدأت في 61 ااسف مش 62 بدأت في 61 ابريل 61 وانتهت في ابريل 65 اربع سنوات بالتمام والكمال وراح ضحيطها فوق ال 600 الف 600 الف وانتهت طبعا بفوز الشمال وتوحيد الولايات المتحدة الامريكية وفيه قصيدة لويتمان اسمها أو كابتن كاتبها بعد اختيال ابراهام لينكون قصيدة رائعة رائعة يعني ياريت اعمل حلقة حضرة مخصوص اناقش فيها القصيدة دي لهم نكمل كلامنا فاحنا مش عارفين ان الريتر ده هل هو توبي خادمها هو كان عايش معها في البيت وهو الوحيد اللي كان بيدخل البيت يعني او مسموح له ان يكون في البيت فهو الرجل الوحيد اللي في البيت بيخدمها فهل هو اللي بيحكي القصة قد يكون اه لان دايما كان الريتر بيشير لنفسه بوي نحن نحن باستثناء حادثة واحدة فقط لما اهل المدينة او الوفيشلز طلعوا وفتحوا الباب عنوة فحنا بقى الشرق اليهم بالذي هم وكأن فيه اشارة كده ضمنية الى انه اه كان غير موافق على هذا القرار هو قرار التحام الغرفة دي القصة بقى فيها العناصر المعروفة للجوثج بشكل عام يعني القصر المهجور دايما نجد في كل قصص الجوثج لازم يكون فيه قصر او بيت ويكون يا اما البيت كله مهجور يا اما طابق معين فيه دور واحد مثلا مهجور فهنا في القصة دات لغاية وفاة ابيها كان القصر قصرا بهيجا وفخما ولكن بعد وفاة ابيها ولمدى ثلاثين سنة القصر اصبح وكأنه قصر اشباح البيت كأنه بيت اشباح يعني فيه غرفة مغلقة على طول ورائحة كريهة تنبعث وشخص يفقد ويختفي تماما لا اثر له بلا اثر وبنجد ايضا البيوتريفاكشن البيوتريفاكشن اللي هو تحلل جثة الميت والجروتيسك ومنظر الغبار وبيت العنكاوت اللي في البيت والسكالتين الجثة تحللت وتحولت الى حيكة العظمي كل دي من ملامح الجوتيك وبتضفي على القصة زي ما بقول يعني شعور بالقارب عنده من قبل الشيء ما يحدث بقى فيه فورشادوين كده ان فيه حاجة هتحصل ورفض ايميلي دي لقت حدا بنحلل القصة رفض ايميلي انها تدفع الضرائب وترضها للموظفين لا اكتر من ثلاثين سنة لم تدفع الضرائب رفضها لتدفع الضرائب هو يعني كأنها بترفض التغيير اللي كان بيطرق على المجتمع اللي هي عيشة في مجتمع الجنوب زي ما قلت الجنوب هما كان العبودية هي النظام الاجتماعي السائد ولكن بعد هزيمة الجنوب في الحرب الاهلية اخر واحد يعني مارشال وضابط اعلن استسلامه من اهل الجنوب كان في ابريل 65 فهي رفضها لدفع الضرائب وكأنها بترفض هذا التغيير اللي بدأ يطرق على المجتمع المجتمع الجنوبي اللي بدأ يعني يتقبل فكرة ان العبودية لابد من إلغاءها وبدأ يتقبل بعض افكار الشمال اهل الشمال يعني بارون ده من اهل الشمال جاي مع شركة معمرية من اهل الشمال فاميلي نفسها بقى هي تعد بطلة لقصص اللي بتعبر عن Southern Gothic هي يعني سايكولوجيكال دامش سبينست يعني عانس وفي نقطة تانية مهمة سيتقولها ان ابوها كان دايما وقت ما كان عايشها كان دايما بيرفض كل العرسان اللي كانوا بيتقدموا لخطبتها على اساس انهم غير جادرين بها وانهم اقل منها في مكانتها الاجتماعي فوصلت هي لتلاتين سنة بدون زواج فاصبحت عانس فمات وهي على هذه الحالة ولم يترك لها شيئا فهي يعني اصبحت منتالي انستيبول يعني اصبح عندها مشكلة عقلية واصيبت بالجنون ومن نهاية القصة لما بنلاقي ان مكان المخذة اللي جنب السكيلتن جنب الهايكل العظمي فيه نزلة كده دليل ان هي كانت بتنام جنب الجثة بارون وشعرايا بيضة طويلة من شعرايا كانت موجودة على المخذة دليل ان هي عندها نيكروفيليا نيكروفيليا يعني يعني معناها الحرفي هو الرغبة الجنسية تجاه الاموات جثث الاموات فيه ناس عندها هذا المرض انهم يمرسوا الجنس مع جثث الاموات انما مش كده وبس يعني مش لازم تكون مرتبطة بالممارسة الجنسية ممكن تكون مجرد بس ان الشخص يقعد مع جثة واحدة عزيزة عليه يعني توفية مش عاوز يفارق هذه الجثة في مجرد انه يقعد مع هذه الجثة يكون قريبا من هذه الجثة لانه مش قادر يتخيل انه سيعيش بدون ذلك الشخص هي ان كان ذلك الشخص زي هنا في القصة هي ما كانتش قادرة تتخيل ان ابوها اللي كان مسؤولة عنها طوال حياتها مات فجأة ولمدة 3 ايام ما كانتش قادرة تتقبل الفكرة نفسها وقتلت بارون ووضعت جثته في الغرفة وكانت بتنام جنب الجثة بتاعته حتى تحللت تماما فكل دوت مش شرط انه يكون فيه اي علاقة جنسية بينها وبين الجثة انما اسمها نيكروفيليا مجرد بقاء الشخص الحي بجانب جثة الميت سواء لشعور هذا الشخص بالوحدة والانعزلية وخوفه من مفرقة وهجران هذا الشخص الميت هو مش عايز لا يريد ان يتقبل فكرة ان هذا الشخص العزيز عليه قد توفي وقد رحل عن هذه الدنيا وزا ما قلت ان هذه الشخصية الانطوائية الانعزلية الغير اجتماعية هذه الحالة هي حالة من حالات الجنون اسمها وهذه الصورة مثلا لشخص دي ينبش قبر فتاة لسبب ما وايضا في عالم الحيوانات بنجدها يعني هذا الحيوان رغم ان دي جثة ميتة ولكن كأنه يعني بيريد ان يمارس معها الجنس دي موجودة في عالم الحيوانات هنا ايضا صورة بنفس الطريقة ولكن مش شرط ان نشوف الصورة دي مش شرط ان يكون فيه علاقة جنسية يعني في النكروفيلية ديت لان نشوف مثلا هذا الغراب اللي فقد الالف بتاعه الالف بتاعه مات فنشوف مدى اللوعة والحزن والأسى على هذا الغراب وفي الحقيقة انا شفت حتى طريق طريقي للجامعة يعني كان فيه مجموعة من الكلاب كده بنشوفها على جانب الطريق ففيه واحد فجأة لقيت واحد منهم ممدد يعني واضح ان العربية ضربته والكلب بقى فضل يعني ممدد مرمى على الطريق على جانب الطريق لعدة ايام والكلب بطاني الفه او الفه اجده كل مرة كل يوم وانا رايح في طريقي للجامعة الاقي الكلب دوت قاعد يعني جالس كده رابضا بجانب جثة الكلب الكلب اللي مات حتى بعد الناس مشالوا جثة الكلب اللي مات دوت وتخلصوا منها الكلب نفسه اللي حي فضل يروح لنفس المكان اللي الدرب اللي حصلت فيه الحدثة اللي الالفي بتاعه الدرب ويقعد فيه نفس المكان فالحيوانات عندها هذا الوفاء والاخلاص وبنشوف حيوانات كتيرة كبزات الكلاب لما صاحبها يموت تروح عند القبر وتقعد عند القبر دي نيكروفيليا وعلماء النفس مش شرط يربطوها دايما بالجنس يعني يعني احنا لو فتحنا القموس هلأ ان هي sexual desire رغبة جنسية تجاه الشخص الميت جثة شخص الميت انما مش شرط علماء النفس يقولوا مش شرط ممكن يكون مجرد شعور بال او الخوف من الشعور بالوحدة ولذلك بيبكوا مع زي صورة الغرب اللي قدامنا ده هو مش قادر يتخيل هذا الغرب انه هيعيش وحيدا بدون الفيه ولذلك هو بيبكي ويعني صورة مؤثرة جدا يعني رموز القصة الحاوس البيت الفخم ده ده اولا بيرمز للمنتل بيرمز للحالة العقلية هذا البيت بيرمز للحالة العقلية لاملي انه في الاول كان بيت فخم وبعد كده بدأ فيه نفس الحالة العقلية لاملي بدأت تفقد اتزانها العقلي وتصاب بالجنون فهو البيت ده بيرمز لحالة العقلية وايضا بيرمز للحالة العقلية 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 التقاليد التقاليد اهل الجنوب اللي بدأت فيه الانقراض وبدأت فيه تقبل تقاليد اهل الشمال هو البيت ده رمز لهذه التقاليد المنتمسة الاخذة في الانطماص والاخذة في ديكاينج فايدنج الحاجة تانية حاجة تانية يعني اختلال اختلالها العقلي بانها بدأت تختل عقليا وبدأت وحزنها طبعا على فقده الهدايا اللي اشترتها له اللي هو سيلفر تويلت سيتس يعني براش وكوم وميرر مشط وفرشاه ومرقاه وكلها من الفضة من الفضة يعني بترمز ايضا لان هذا الشخص كان اقل منها في المستوى الاجتماعي والراوي ايضا بقول ان اهل البلدة ما كانوش راضيين عن هذه الزيجة لانه هو اقل منها في المستوى الاجتماعي فهي بتشتري له الهدية دي الهدية نفسها رمز للمكانة الاجتماعية اللي هي فيها الارستقراطية الاندنتيشن بقى المخدة والهبوط اللي في المخدة ديت واللونج ستراند اوف جريها والشعرة البيضاء الطويلة ديت على المخدة اللي كانت ده طبعا رمز للهير نيكروفيليا ان هي عندها النيكروفيلة اللي انا شرحتها دليل على هذا يعني ورمز لهذا انما السؤال يعني طب ليه هي قتلته يعني طب يعني التفسير الوحيد يعني اللي ممكن ان نفكر فيه ان هي قتلته لان هي اكتشبت ان هو مش بتاع جوازه زي ان ريتل بيقول ان هو مش بتاع جوازه فما بيتجوزش لأي سبب بقى من الاسباب يعني مساءة ان هو بيشرب مع شباب اصغر بينه يعني فيها تلميح كده لشيء انما مش اكيد مش اكيد ممكن فيه ناس مش بتحبش يعني مش شاذة مش شاذة ولا حاجة انها متحبش مش عايزة تجوز فهو من النوع ده فهي لما اكتشفت النوع ده ان هو من النوع ده قررت اكله طب احتفظت بالجثة بتاعته ليه ممكن نقول انها احتفظت بالجثة بتاعته علشان امرها لا يتفضح وما تتسجنش وانما السبب السيكولوجي السبب السيكولوجي قررت انها تقتنو طب هتفضل معي بقى غصبا عنك وحطته في القطة انهم بتاعتها وباقت تركد جانبه كل نيرا طب الوردة دي بقى في ناس تقول طب روز فور اميلي ايه الوردة اميلي دي يعني رمز الحب طب ايه رمز الحب هنا دوت يعني والله وليام فوكنر نفسه فصر الحكاية ديت وليه اسم القصة روز فور اميلي هو نفسه فصر القصة دي وقال فصر العنوان يعني ان كان فيه شخصية حقيقية سيدة حقيقية عانت معاناة كبيرة في حياتها يعني وايضا اختلت عقليا فهو كتب هذه القصة يعني تحية لها تحية لها فهو بيقول فهو كأنه بيديها هدية كأن القصة اللي كتبها دي عن السيدة في الحياة الوقعية دي كأنه بيهديها هدية فاروز فور هيدر كأنه تحية الى اميلي ولازم ننتبه للعلوان مش اروز تو اميلي البريبوزيشن فور هنا ليس تو هي فور يعني مش الى لي او لأجل لي حرف اللام بمعنى لأجل فوردة لأجل اميلي او لأميلي باختصارا وردة لأميلي بس اللي هنا مش الى مش تو مش اروز تو اميلي لا او لأجل اميلي من اجل اميلي لأجل اميلي لي اميلي اوكي فالوردة هنا هي مجرد تعبير عن تقديره لتلك الشخصية اللي هو شفها في الواقع وكتب هذه القصة خصيصا لها تحية لها وتقديرا للمعاناة اللي هي عاشتها وكدا القصة عن ايه بقى القصة لما تشوفوا كل المواقع اللي تكلمت عن القصة وحاولت تحللها على النبت هتلاقوا الامور التالية القصة عن بوست سيبل ور ساوث عن جنوب امريكا ما بعد الحرب الاهلية الحرب الاهلية انتهت في 65 من 1861 إلى 65 هتلاقوا ايضا القصة عن التقاليد ضد التقدم المجتمع الجنوبي بكل تقاليده بدأ يتطور فهي محافظة على التقاليد بتاعتها وظهر ده في عصيانها المدني والاجتماعي وبعدها عن المجتمع وانما التطور والبروجرس شاءت ام أبت ايضا بيتكلم عن القصة عن الباتشركر فيكتوريان سوسائتي اميلس فادر ابوها كان هو يعني متحكم في حياتها تماما وكان بيرفض كل اللي بيتقدموا لخطباتها على اساس ان هم غير جادرين بها ومكانتها الاجتماعية فالقصة ايضا بتشير الى المجتمع الذكوري المجتمع الذكوري في ذلك الوقت وايضا فيها اشارة الى وكأن اهل البلدة اللي هم من طبقة اجتماعية اقل من اميلي كانوا بيشعروا بالتشفي لكل نازلة تنزل بها وكل مصيبة تلحق بها ده اللي احنا هنلاقيه في كل الفيديوهات الموجودة على النت وكل اللي بيتكلموا عنها هنلاقي حاجات زي كده حاجات زي كده يعدين اللخصتها لكم وبيشيروا الى الكلام ده كله على انه theme يقول لك theme بتاع القصة واحد اتنين تهات اربع ويقول لنا يعني لخصتوه لكم تلخصتو دلوقتي على الشاشة يقولوا عليه theme لا خطأ انتبهوا ده اسمه topics اللي على الشاشة ده اسمه topics اسمه main ideas اسمه مواضيع اسمه اه افكار رئيسية الافكار الرئيسية بتاع القصة ايه؟ هي اللي انتو شايفينه على الشاشة دي مواضيع القصة ايه؟ اللي انتو شايفينه على الشاشة دي انما theme بقى ده موضوع تاني وللاسف يعني انا بلاقي بلاقي او لقيت يعني كل اللي تكلموا عن القصة بيشيروا الى الامور دي والنقاط دي على انها theme لا theme موضوع تاني حتى لو فتحت القموس هتلاقوا ان theme هيقول لك هو topic theme هو topic هو subject بتاع القصة بتاع ده في اللغة لغة القاموس انما في لغة النقد الادبي theme موضوع تاني theme هو الرسالة central message المoral message الرسالة اللي الكاتب يريد ان ينقلها الى القارق ولذلك انا بعد ما انتهيت من قراءة القصة وانا بحضر يعني للحلقة ديت مبارح بحضر ليها مبارح عدت اسأل نفسي طب القصة ويليام فوكنر عايز يقول ايه؟ والحقيقة يعني القصة ديت فيه طلبة كتير من الطلبة التوعية على مدى كذا السنة كل ما ييجي مجموعة تقدم presentation في كل السنة كده لازم يكون في مجموعة تناقش القصة دي ويقعوا في نفس الاخطاء ويقعوا في نفس الخطأ ان يوم ما يذكروا الكلام ده على انه topic على انه themes على انه themes لا ده مش themes زي ما قلت themes مش الموضوع في عالم النقد الادبي theme هو الرسالة الرسالة التي يريد الكاتب ان ينقلها الى القارق هي الرسالة الرسالة الرئيسية الكاتب عايز يقول ايه؟ ولذلك وانا بحضر للحلقة دي انا عادت اسأل نفسي يا طرح ايه الكاتب عايز يقول ايه في القصة دي؟ يعني ايه واحدة مجنونة وواحدة تقدم لها ومش تقدم لها خرج معاها ومارديش انه يتجوزها فقتلته واخفت جثته في بيتها وبقت نام جنبه جنب الجثة كل يوم لغاية الجثة ما تعفنت وهي ماتت والناس فتحت القوضة ولقت الهيكل العظمي بتاع الراجل المختفي وشعره من طب وبعدين يعني وبعدين يعني وبعدين ايه الرسالة اللي عايز تقولها لك القارق يعني الرسالة من وجهة نظري هي الاتي وي هاف تو اكسبت فايد ان سوشال تشينجز هي دي الرسالة اللي ويليام فوكنر عايز يقولها ويليام فوكنر بيقول ان هذه الشخصية املي دي دي سيمبول ورمز للجنوب لثقافة الجنوب هي رفضت فكرة ان ابوها يموت الفيت رفضته ورفض السوشال تشينجز اللي كانت اونجوين اللي كانت مستمرة رفض التغيرات اللي كانت بتطرق على الجنوب انما في النهاية هي اللي دفعت التمن وجات لها لوثة عقلية وقتلت شخص مريء فالرسالة اللي القصة عايزة من وجهة نظري ممكن من وجهة نظر واحد تاني في موضوع تاني يصغها بسياغة اخرى يقول رسالة اخلاقية اخرى بس من وجهة نظري هي دي الرسالة اللي ويليام فوكنر عايز يقولها ان احنا لازم نقبل التغير اللي بيطرق على المجتمع لان لو واجهنا هذا التغير النتيجة ان احنا اللي هندفع التمن وده زي بنشوفه في كل الصراعات ما بين جيل وجيل دايما الجيل الجديد هو اللي بيفرض ارطه في النهاية فالجيل القديم لازم يعني يعرف ازاي يتقبل الافكار الجديدة ويتعايش معها ولا يقابلها بجمود لان في النهاية هذا الجمود هو اللي هينكسر والافكار الجديدة هي اللي هتطق عليه وهي اللي هتفرض سيطرتها على المجتمع هي دي الرسالة اللي القصة عايزة تقولها من وجهة نظري وخلوني اقول حاجة عن الثيم عشان بالذات بقى الكلام ده للطلبة اللي بيدرسه لان زي ما قلت الحال الخلط ده ما بين الموضوع في اللغة الانجليزية بين التوبيك والثيم في اللغة الانجليزية في العربي توبيك يعني موضوع الثيم ايضا ممكن تترجمها موضوع انها في النقد الادبي مش موضوع في النقد الادبي الرسالة الرسالة التي يريدوا ان ينقلها الكاتب للقارئ ايه رسالة القصة ايه لازم اقول لكم الفرق هنا عشان والاسف الخلط ده بيقع فيه نقاط نفسهم يعني ده مش خطأ طلاب بس اللي بيقول لا ده فيه اسات زي تجمع بيقع في هذا الخطأ وفيه نقاط بيقع في هذا الخطأ الموضوع والافكار الرئيسية بتكون عبارة عن كلمة يعني فيه قصة تقرأ قصة مثلا قصة عن ايه؟ عن الحب مثلا يعني عن الكراهية عن الاخذ بالثقر عن عن ده اسمها مواضيع موضوع القصة ايه؟ موضوع عن الاخذ بالثقر الكراهية الحب السلام الحرب ده افكار رئيسية ومواضيع انما الثيم بقى لازم يكون جملة لازم يكون general statement ما ينفعش الثيم يكون كلمة او كلمتين لا لازم يكون جملة جملة زي الجملة اللي انا حاطت الوقت ممكن واحد تاني يصغها بشكل اخر ويحط فيها افكار اخرى او كي ما فيش مشاكل خالص بس لازم تكون general statement هو ده الثيم هو the moral message the central message هو ده الثيم الحاجة الثانية لما تذكره الثيم لا تذكره فيها ابدا في الجملة دي اسم بطل الشخصية الشخصية اللي في القصة الشخصية اللي في القصة الشخصية اللي في القصة البرتاجونست ما تذكروش اسمها يعني ما نفعش اقول Emily Emily has to accept faith and social changes Emily has to accept ما اناش دعوه ب Emily خالص في الثيم لازم يكون general statement وما لا نذكر في هذه الجملة اسم بطل القصة او بطلة القصة اوكي لازم تكون جملة عام مفيدة لازم تكون جملة مفيدة انما اللي فات دون مثلا ولا واحدة فيهم جملة مفيدة ينفع نحنا نقول ان هي theme post civil war south يعني what so what tradition versus progress so what so what so what يعني ما ينفعش كل دي ما ينفعش نقول عليها the town's pleasure the town's people pleasure in Emily's misfortune ذكرنا اسم Emily يعني ما ينفعش يكون statement ما ينفعش يكون theme اوكي فهو ده theme من وجهة نظري اوه الكلام ده طلاب اللي بيدرسوا ادب سواء بريطانيا او امريكا لازم ينتبهوا للنقطة ديت اعتقد كده ان انا وصلت لنهاية المحاضرة ويا رب تكون محاضرة مفيدة خاصة اللي بيدرسوا ادب بريطاني او امريكي وان شاء الله نراكم في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة